تعود الخطوط التونسية إلى نسق عملها العادي خلال الساعة القادمة بعد الاضطرابات في توقيت الرحلات الذي شهدته منذ الأسبوع الماضي وتتواصل عملية الصيانة الكبرى لطائرة قرتاج نيو 320 التي اقتنتها الخطوط التونسية مؤخرا وتعرضت لعطب جعلها خارج الخدمة إلى جانب طائرتين أخرين عمليات الصيانة المتواصلة يؤمنها مهندسون وفنيون تونسيون يعاضد مجهوداتهم فريق آخر يتابع سير رحلات ومواقيتها من المركز المندمج للرحلات الجوية في طار عمل مشترك لمتابعة الاضطرابات في سير عدد من رحلات الخطوط التونسية وإيجاد الحلول وفي انتظار عودة السير العادي لحركة طائرات الخطوط التونسية تؤكد شركة مواصلتها الإحاطة بالمسافرين لكسب ثقتهم